السلام عليكم وحبتي انا رادل جعفري درسنا اليوم راح نحل بي مشكلة رياضية بصراحة انا حاب اركز على هالموضوع لانه راح نستخدم بي عاملين مهمين اللي هي المتغيرات تمام والكونترول اللي هي احنا نسميها ادوات الشرط مشكلتنا الرياضية هي بهاي الصورة راح نشوف نجي هنا للمشكلة المشكلة شو يقول لك يقول لك انه تدخل لثلاث ارقام من اختيار المستخدم اليوزر فاذا كانت الشرط شنو اذا كانت هذه الثلاث ارقام مختلفة يعني مو نفس الرقام فانت تجرى عليهم عملية الجمع وتنطيني الناتج اما اذا كانت هاي الثلاث ارقام متساوية يعني نفس الرقام الدخل ثلاث مرات فانت تجرى عليها عملية الظروف في ثلاثة وتنطيني الناتج نجي نسوي اه solving problem هاي المرحلة انه نحل المشكلة او نوضح المشكلة شو بالبداية انا عند ثلاث ارقام يدخل هنا اليوزر زين يعني انا هنا راح احتاج انط اشعار او اطلب من اليوزر يبدي يدخلي معلومات اللي هي ارقام معلومات اللي يدخليها هي ارقام من خلال شنو من خلال انه اسألة اسك من سنسنج اختار اسك والجواب اخذه بالانسر هاي خطوة اولى زين ايش داي يقول داي يقول اذا كانت الارقام غير متساوية اذا شوفوا هنا اذا كانت الارقام غير متساوية اجرى عليها عملية الجمع اذا هنا شرط عندي يشرط اذا كان الرقم الاول لا يساوي الرقم الثاني ولا والرقم الاول والرقم الثاني لا يساوي الرقم الثالث اذا اجرى عليها شنو شنو اللي اجري علي اجرى عليها عملية الجمع انه اجمحهم الرقم الاول او المدخل الاول زائد المدخل الثاني زائد المدخل الثالث واعرض الناتج لليوزر. هاي الحالة الاولى. الحالة الثانية الشرط هناش راح يكون عندي اذا لثلاث ارقام دخلهن اليوزر مساويات. خلاص انا اجر علي الضرب بقيمة شنو بقيمة يعني خلي نقول العدد. يعني انا ثلاث اثلاث متغيرات اضربها في ثلاثة. اذا مثل ما راح نحل احنا متغيرين راح نضربها في اثنين. زين يجي هنا واحد يسألني زينان شلون اخذ حاصل جمحهم او شسمه. لا هو بس مجرد الضرب هو راح يعادل الموضوع فعناش راح راح اخذ واحد من عدهم بس. بما انه القيمة متساوية. فاي واحد راح من ينضرب راح هو ينضرب باثنين ضعف او بثلاث اضعاف او اربعة اضعاف حسب المشكلة بقالتك حتى تكون المشكلة هاي بسيطة عليكم وتفهمونها راح احنا ناخذ بس عنصرين بس متغيرات اثنين في حالة انه عدم ما مساوين وفي حالة اذا كانوا المتغيرين متساوين شلون راح نحل هاي هذا خلي نقول المشكلة وتحليلها البروبلم صولبين مالتها والخوارزمية شون ماشا وشون الشرط نقطة انوه عليها زين بما انه حالتين عندي يعني هاي حالة وهاي حالة فاني هناش راح يعني بديهيا او او انه افضل شيء اللي للحال هو راح استخدم الكونديشن او اف الشرطية بس يا هي من عندها اف اي بمعنى هس راح نشوف بالتطبيق انو انا راح احتاج حتى احل هاي المشكلة احتاج الى شرط واحد يأما اعتمد على هذا الشرط يأما اعتمد على هذا الشرط هس راح نشوف بالتطبيق بشلون راح تجري العملية نروح لسكراتش اتمنى تكون فهمتوها نروح لسكراتش بسكراتش انا محضر باقي دروب باقي دروب مننا اختارت هذا الثيتر والمونكي هو اللي راح يكون المين سبرت مالتنا او الرئيسي زين انشي قلناش بالبداية انشي احتاج احتاج متغيرات اثنين اذا اروح على variables تمام وانشيء متغير make variable وراح يكون عندي متغير سوري المتغير الاول عندي اسم اكس حاول هذا عربي حاول انجليزي المتغير الاول مالتي اكس تمام ظهر ليهنا على الشاشة ليشلع المنطين صح هنا والمتغير الثاني مالتي راح اسمي واي هاي انا هسا اول خطوة للمتغيرين زين المتغيرين نيجي انا انا انطيهين انا كمبرمج اخليهن بالبرنامج مالتي لول user المستخدم لا المستخدم اذا اروح على sensing الخطوة الثانية اروح على sensing واغل اسك زين انا هنا كم اسك احتاج بما انو عندي متغيرين اريد بيانات اثنين متغيرات اذا راح احتاج اثنين اسك اذا كل اسك وياها انسر زين خلي نيجي نرتب هنا شغلنا و ونشوف شو راح نرتب البلوكس مالتنا زين بالاسك الاول انا اش احتاج من المستخدم او اللي استخدم يعني البرنامج مالتي اش احتاج منه طلع لها message انا اسأله عن قيمة اذا اش راح اقول ادخل رقم صحيح مثلا ادخل رقم صحيح اي رقم او اي سؤال تريد انت تخلي انه اختار رقم او ادخل الرقم الاول مثلا ادخل الرقم الاول حتى يعرف انه احنا عندنا اكثر من متغير وهنا الاسك الثانية ادخل الرقم الثاني ذه هاي الاسك نجي هسه عن شلون بالانسر انا من يدخل الارقام ينطيني اياه اليوزر راح يجين هنا بالانسر هذا متفق علي وكل الدروس السابقة شارح هاي شلون راح انطي هاي المتغير تم هاي الخطوة المتغير بما انه اليوزر دائما يغير لي دائما يعني يدخل قيم مختلفة ايش راح احتاج راح احتاج set و change وهاي ايضا شارحينها بدر السابق تقدرون ترجعون للقناة اكو مجموعة من يعني خاف واحد يشوف الفيديو الاول مرة اكو مجموعة من الفيديو وات شرحت بيها او الدروس شرحت بيها المتغيرات واحد من اثنين او اثنين انا اشارح بيها set و للمتغير مالتي بحيث انه المدخل الجديد ما راح ينضاف على المدخل القديم ليش لان كل احنا نعرف انه الانسر او المتغيرات بالسكراج من انفذ تخزن القيمة القديمة اذا ما صفرتها او اذا ما فرغتها من القيمة اللي بيها راح تنضاف لها راح تكون راح يجرى عليها العمليات الحسابية من جديد وراح تغير للنرباك فبما انه متغيرات وتتغير من اليوزر اذا انا دائما احتاج set شنو تست دائما تكون بالبداية ليش على مد بداية التنفيذ الثاني انه هي مصف ورازين set المن اول شي اكس متغير مالتي اكس انطيتها ست يساوي صفر بمعنى انه انا فرغتها من القيمة السابقة بعدها اليوزر راح يدخل لرقم وين القى القى بهذا الانسر زين شلون انطي قيمة الانسر للمتغير اكس على مداني بعد اشتغل على ال اكس يعني ما احتاج الانسر اجي اقول اي بمعنى غير قيمة اكس من صفر الى قيمة الانسر الي دخلها اليوزر اللي هنا واضحة نجي نعيد اني انطيت set الصفر ليش حتى انه اذا ال اكس بقيمة اساويها لصفر كأنما المتغير مالتي فارغ زين ليش خليت set بالبداية لانه على مودة التنفيذ الثاني التنفيذ القادم راح يصفر ال اكس يالله ينطي قيمة الانسر بعدين اسأل اليوزر مالتي والانسر مالتي الاجابة اليوزر اللي اكتبها راح تكروح للأكس لو نجي نجرب بس هذا وندوس هنا نشوف التنفيذ شوف اول شي عراض لي هو بمعنى شنو هنا صفر لقيمة ال ادخل الرقم الاول مثلا اختار خمسة انكر شوف هاي شون صارت هنا خمسة صارت بسبب التشينج او تسع دقائق اوكي صارت بسبب التشينج زين لو نفذت مرة ثانية انتبه على الاكس هنا شون راح اصير صفر لو نفذت مرة ثانية شوف مباشرة ست الاكس صفر ادخل الرقم الجديد انا هنا ما راح ادخل راح اكمل على واي زين هسا انا خلصت الاكس اجي عنده متغير ثاني واي اضطي ست زين اذا خليت الست الثاني اهنا او اهنا ما اكو مشكلة الامور تمام اجي اسأل السؤال الثاني اجي اختار change change المن للواي بمقدار الانسر اللي ينطين اياها اليوزر هسا انا الهنا كل اللي سويت انه اخذت القيم من انسر او من اليوزر اللي دخل اياهن وانطيت هن للمتغيرات مالتي زين نرجع للخوارزمية مالتنا او نرجع للمشكلة مالتنا المشكلة شو تقول اذا كانت الالقام ما مستاوية اجرى عملية جمع اذا كانت الارقام مستاوية اجرى عملية ضرور زين اذا سمعتني اقول اذا اذا مستاوية سوف فلان شي اذا ما مستاوية اذا اذا احتاج اروح على control احتاج if else اي بمعنى اذا تحقق الشرط الاول نفذ اذا ما تحقق اوتوماتيكيا انت شنو معناتها معناتها ان الشرط الثاني عندك تحقق الهنا تمام زين شو رح ارتب الشرط انا اش رح اختار رح اختار هذا الشرط انه اذا الرقم الاول يساوى الرقم الثاني فانت اجرى عليه عملية الضرب اذا لا اجمح منطيني عملية الجمع اوكي هنا خاف واحد يضقول هذا ما استخدم من اليفنت رح استخدم space خاف واحد منتبه لهاي الشغلة مركز بيها الهنا تمام اروح على operators اجيب هاي الشكل الشرط نيجي انا شو وقت اجمع العفو شو وقت اضرب المتغيرات شو وقت اضرب قيمة ال x وال y اضربها في عدد هن هنا ثلاثة احنا قلنا اثنيا شو وقت عندما يكون مساوي نيجي نقول اذا عملية اليساوي اذا ال x يساوي ال y المتغيرات مالتي اللي دخلهم للانسر اذا ال x يساوي ال y اجري لعملية الضرب شلون اجري عملية الضرب اجي من اختار الضرب ضرب شنو هاي النقطة هن مو مساويات فاني ممكن اختار ال x او ال y اي واحد من عدهم يحقق النتيجة ليش لانهما مساويات في جقيد المتغيرات اثنيا اضرب في اثنيا بال بالمشكلة مالتنا بالخوارز بالمسألة مالتنا جقيد ثلاثة ضرب هنا في ثلاثة بمانون انه احنا استخدمنا ثنيا اذا اضرب في اثنيا تقدر تخليها في ثلاثة عادي كل طبيعي هاذا المسألة ترجع لك زين شلون اعرض النتيجة من واختار وحدة من هاي السي تمام رح اختار هاي خلاص هنا كمل عدنة الجزء الاول زين مباشرة بعد ما يحتاج اذكر هذا الشرط هذا الشرط اذا ما مساوي ما يحتاج الذكر ليش لانا انا سويت لف ايلس بمعنى اذا هذا الشرط ما تحقق مباشرة انت نفذ الالس يعني شنو يعني اذا الاكس لا يساوي الواي اذا الاكس لا يساوي لا يقوم بجمع منطين النتيجة تمام اذا اروح ال واجيب عملية الجمع اجمع شنو اجمع الاكس مع الواي تمام واعرض النتيجة من خلال لوكس ساي وخليها بالالس هاي نقطة جدا مهمة اتمنى تكون واضحة انه بما انه عندي اف ايل اف ايل شنو معناها معناها انه اذا تحقق الشرط نفذ ما بداخل هاي المنطقة اذا ما تحقق الشرط مباشرة نفذ هذا ما يحتاج تدخل بما انه عندي حالتين حالة اولى وحالة اثنين فاختار اختار اي تكون مناسبة الي وطبقت اذا المساويات اضربهم في اثنين اضرب قيمة المتغير في اثنين اكس او واي لان هما مساويين اذا لا اجمحهم وانطين الناتج هسا نجو ننفذ ونشوف اضغط على space انتبه هنا نعدنا المتغيرات ما لا تنظني تمام نجي للتنفيذ ضغط space ادخل الرقم الاول الرقم الاول ثلاثة هاي صار ويا حرم الرقم الاول ثلاثة enter ادخل الرقم الثاني انتبه هنا شوفوا الايك صارت ثلاثة الرقم الثاني اه صفر اشقد الرقم الثاني هزا هالمرة خلنسويه من الساويات تمام اربعة اطلع لسبعة ثلاثة زائد اربعة يتاوي سبعة زين هاي بمعنى شنو انه ما دخل على الف دخل وين على else زين ننفذ مرت الثانية ادخل الرقم الاول خمسة enter ادخل الرقم الثاني شوف انا شون اتغيرت خمسة خمسة في اثنين عشرة وهو هنا قام هو بعملية الضرب ليش لان الواي اكس يساوي قيمة الواي اسف للاطالة بس جربوا العمليات الرياضية جدا جميلة وجدا السهل الامور وجدا تطينا دعم تفكير تدعم تفكيرنا وتسهل هواي امور بالبرمجة اكرر هاي المشكلة تقدر تثبتها بال يعني توقف الفيديو وتفهم هاي شون صار وتقدر تنفذ انت امور ثلاث متغيرات وتشاركون الحلويات اذا اردنا نسوي ثلاث متغيرات نضيف متغير جديد وهنا نتعدل على الشرط شوف شون انت راح تعدل عليه او شرط راح تختار من عدهم الاول او الهنا انتهى الدرس اي شي مفاهمي اي شي تحتاجون شرحة اني حاضر بس راسلوني واللي اقدر عليه اقدم مع السلامة